اشتركوا في القناة ولا يمكن ابدا انه حد يضع قانون وهو من يخالفه اللجنة الاولمبية تضع قانونه هي اول من تخالفه بارسال خطاب لتحاد الكورة انت 100% وانت صح انت مخالف تتعيبش قلبك معايا انت مخالف انت خالفت القانون اللي عايز الناس تمشي عليه اللي احنا هنا قلنا النادي الاهلي ادخل نادي في افراقيا وادخل نادي عربي وادخل نادي في المنطقة قلنا له لا امشي تابع عند القانون وما كانش مخالف قوي يعني وما كانش مخالف قوي يعني وما كانش مخالف قوي يعني كلام مهم جدا جدا ده حق الرد لان احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا جدا كمان وانا فاكري لما قلت حلفائك هابعوك يا حطب محدش كان بيسمعني وما كانش مصدقني اه واستاذ الشام ايه رأيك النهار ده اتقال في الحلقة الوزيرة على جنب انا مش عايز اعرض اكتر من كده لكن انا حقف عند جزئيتين اه الكلام ده كله ليه برضو هتكلم في كل ده لانا كنا هتكلم في جزئية لتهميني النادي الاهل ورسلتي هنا الاعضاء الجمعية العمومية والكل جماهير النادي الاهلي وكل الاهلاء وفي كل مكان احنا عندنا شرف وبنحبك وبنحترمك ولما بنتكلمك في اي حاجة بنكلمك عشان خطر مصلحة الاهلي ولا مصلحة مين موجود على كرسي الاهلي ولا مين بيدير كرسي الاهلي مش مدرستنا اهو بقول على الشاشة فمن هنا القصة كلها اتحاد الكورة ما بقاش في انتخابات هتكلم بعد ده بعد شوية فبعد ما بقاش في انتخابات قالك الوزير لا انا مش هتكلم عنه وبقى على جنب ما لهوش دعوة حسن مصطفى لا على جنب ما لهوش دعوة مين اللي لبس في الحيط هشام حطب وهو انا اللي قلت له ما بحبش اعيد كلام كتير وما بحبش اقول كلام كتير بس اللي انا عايز اقوله انا نصحتك قبل اي حد وقلتلك الكلام ده وقلتلك انت اللي هتشيل الليلة لوحدك سمعنا اللي انا كنت بقوله لكم المناديب بتروح تغير وسمعنا الكلام ده كله كما جود وانا مش هعرضه ما ليش دعوة كل حاجة انت دخلت المفرمة كمان في الاهرام مش هقول اسم الصحفي دلوقتي او بكرة اقرى الاهرام بكرة يا نجم اقرى الاهرام بكرة شوف المطحنة اللي انت دخلها رجعوا انقلب السحر ع الساحر عادت النادي الاهلي والنادي الاهلي كان عنده حق بشهادة اعضاء اللجنة الولمبية قعدتوا هتسيب ديه واخد ديه هتسيب ديه لكن المصالح لما تختلف ينهر ابيض عملتوا مؤامرة على النادي الاهلي وسكتنا ومردناش نقول مؤامرة انتوا دلوقتي بتددوا تقطعوا ببعض وتفرموا ببعض والوزير على جنب ملهوش دعوة وحسن مصطفى ملهوش دعوة وانت وانت وبتعترفوا اللي الاهلي كان صح اتقال ايه في الكلام عادهالي تاني لو سمحت لان ده انتصار للحق ما خلي بالك لما يحصل اختلافات يظهر الحقيقة زي ما شرطتنا المحترمة بيجيب قضية فتلاقي بيشبك ده مع ده مع ده تلاقي ده قال على ده وده قال على ده كل بيلبس ده اللي حصل بالزبط هشوفها تاني انا عايز الجملة بتاعة الاهلي كلامي الاعضاء الجامعية العمومية والكل اهلاوي اعترض علينا وكان زعلان مننا اسمعوا اللي كانوا بيهجموا الاهلي بيقولوا ايه اتفاض سنتين هتيجي للانتخابات اذا ربنا ادانا العمر يعني بسيطة سهلة يعني لكن ما تخلفوش القانون اللي انتو عملتوه ما تخلفوش القانون اللي انتو عملتوه ما يحدث الحقيقة هو امر يعني غريب وعجيب ولا يمكن ابدا انه حد يضع قانون وهو من يخالفه اللجنة الاولمبية تضع قانونه هي اول من تخالفه بإرسال خطاب لتحد الكورة انت 100% وانت صح انت مخالف متعبش قلبك معايا انت مخالف انت خالفت القانون اللي عايز الناس تمشي عليه اللي احنا هنا قلنا النادي الاهلي ادخل نادي في افراخيا وادخل نادي عربي وادخل نادي في المنطقة قلنا له لا يمشي تابع عند القانون وما كانش مخالف قوي يعني وما كانش مخالف قوي يعني وما كانش مخالف قوي يعني ما كانش مخالف قوي يعني ظهر الحق ظهر الحق ظهر الحق وشهد شاهدهم من اهليها عند الاختلاف يظهر الحق نفس القناة اللي كان بيظهر فيها الوزير وشمحاتها بكل يوم باطل 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 والأهرام وغيره وغيره باطل 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 فاكرين احنا بنخاف على ندينا لكن مش بنمثل مش بنمثل احنا بنخاف بنخاف بجد وبنحترمكم وبنخاف منكم وبنخاف منكم وقبل ما بنخاف منكم بنخاف من ربنا سبحانه وتعالى ده اللي هنروح له وحاسبنا وده اللي هيقول الكواليس اللي كانت في النص وهو اللي شاهد ربنا سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب النفوس فيها ايه والدمائر فيها ايه هو ده قلنا لكم كتير هاجمتونا البعض هاجمنا وتجاوز معانا لكن قلنا هنكمل فاكرين لما قلتلكوا انا في البرنامج جملة مهمة جدا لو هنخسر الملايين من الاهلواء عشان كلمة الحق اخترنا الحق ايه رأيكم الكلام ده تقال وتقال امتى مبارح كل ده عشان ايه اتحاد الكرة مش يبقى في انتخابات الوزير ما دخلش بقى على جنب لا مش هنتكلم الوزير خلاص ادههم القانون حسب مصطفى اللجنة السلسية لا 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 ما لوجه دعوة اللجنة اللي قولمبيا بعتت جواب قالت لهم انتم وفقين اوضاعكم والدنيا زي الفل لما حصل تضرب في المظاهر انا اسف في المصالح حق الاهل يزهر تضرب في المصالح تاني حق الاهل يزهر هو دي حقيقة اقول لكم على حاجة لكن اوعوا المرة دي تغضابوا المرة دي رفعوا راسكوا مجلس دارة النادي الاهل على حق والخمساشر الف اللي راحوا على شككوا فيهم وقالك بيقبادوا وبياخدوا فاين فوز منديل ولا مش عارف ايه يا راجل كفاية بقى وكرسي وشمسية دايما بذكركم بالجملة دي انا بتكلم لسانتين كعوض مين دا اللي هيديني كرسي ولا شمسية ولا دا مين اقبل احنا شبعانين قوي الكلام دا مش انتخابات انا بتلكم عنديش انتخابات انا بتكلم على ليحة الاهلي اللي حرمتونا منها وتقمرتوا عليها اللي حرمتونا منها وتقمرتوا عليها مش الخطر الكراسي والمناصب والانتخابات ومش عارفوا ايه وايه وايه معايا خطاب او بيان طلعوا اللجنة الولمبية اللي على انتحاد كرة القدم انا حقرع الحتة بتاعت بس اللي هو الناس زي الفل ومش عارف خارطة الطريق والدنيا زي الفل و تعليل قفة الانتخابات لهيئات الرياضية لحين سدور كنانا الرياضة الاتحاد المصر كرة القدم لقاحة خاصة معتمدة من جمعياته العمومية من الانتحاد الدولي سانيا جميع الانتخابات لهيئات الرياضية مش عارف ايه وتأجيلها وتعلقها ومش عارف الحتة بقى الاخيرة الان حلوة ومما سبق نرى الاتحاد المصر الكرة القدم قام بالفعل بتوفيق اوضاعه وسمح له باجراء انتخابات للدورة 2016-2020 ومدة مجلس الادارة اربع سنوات ولهذا فان ما تم عمله حيال توفيق الاوضاع الاتحاد المصر الكرة القدم مطابق تماما لما جاء في قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وسلم لي بقى على اتحاد الكرة وبذلك لا ينطبق عليه النص الخاص بعد تشكيل مجلس ادارته دهان يا بوريدة ده معلم انت روحت في حيطة الزد الراجل الاتحاد الدولي معلم معلم هو ومجلس ادارته الاتحاد هيروح ويستحق وهو اللي يروح كاس العالم وما فيش حاجة اسمها بالتسكية في حاجة اسمها الراجل جام وانتخب ويعمل زي ما تقال على الكرسيين الخليين يتعمل عليهم انتخابات معلم معلم جدع بيدير بالمناسبة بكرة ما يبقى فيه اخطاء على المونس انا بوريدة هنقول هتروح انت بقى بص كان بيقول ايه ويعمل الجو الرخيص ده مش احنا الناس عارفة اللي احنا ايه خط واحد فمن هنا معلم هن يا بوريدة معلم معلم عجبني ادرب ادرب وزيلي يعمل مداخلة مش عارف تعمل اكتماعات وحتيجي وحتنزل وحتطلع وتمشي وفوق وفي الاخر بيو الطلesa اللي احنا نعرب دي اجمل ما في الموضوع وكمان ايه الناس توصل كاس عليها وتلاقي ناس تانية عايز اتسافر الله يهنفع كده ده الناس بيناخدها ده احنا اتعلمنا الاصول الناس تبقى تتعب وتأخداش لحمة وترمع عاد معلم عجبني والله عجبني بس اكتر حاجة بعجبتني اكتر الجملة اللي اتقالت الاهل يعني ما كانش مخالف اوي ده نفس البرنامج كان بيتقال مخالف مخالف يتلعبوا ضد الدولة باطل 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 انتوا بتتحدوا الدولة اسمع يا دولة عشان تعرفوا البرامج اللي تسقوا فيها شوفوا مين بتكلم في الحق وشوفوا المسؤولين بيعملوا يا دولة الله العظيم وانا قلتلكوا المصالح تتصالح دي جملة بتتقال لكن لما تختلف المصالح فضايح والحق لازم يزهر واحنا قلنا من اول بالصدفة وكان معانا هنا حمد المصري وقال اتخضيت قالك اللي بيعملوا الاهلي صح يروح والباقل اينا اربعة خمسة يروحهم سقطينهم في الانتخابات وقلنا الكلام ده الناس سقطوا سقطوا سمح مباشر اللي ابنه شايد الوطن يأخذ الدهال وتكرين الدهالوا بانتخامات نازية مش نغير المندوبين يعني ما فيش الكلام ده ويختم معانا خالد زين ويروح يقولك الكلام ده ده احنا عملنا مع الزمالك من ثلاث سنين من عشرين سنة عملنا على ثلاث ايام الانتخابات وعادي جدا يقولك ايه المساق الولومبي بيقول ان اللجنة الولومبية ملااش علاقة بانتخابات الانديها واللوايح ده ضد اللوايح الاهلي لو بعد خلاص كسبان كسبان لكن عجبني الجملة اللي تقالت ما كانش مخالف قوي الله ده نديكو اللي تربطه فيه وكبر اساميكو اللي خيره علينا نصيحة انا ما عرفش مين بقى اللي المنوت بيها يعملها سواء المهندسانية بوريدة ولا الوزير اللي ما دخلتش بعد الكلام ده وقال لك مناش دعو بالوزير وبعد كده قال لك سيادة الوزير هو ملووش دعوة في ربنا علام الغيوب زي ما بقول كل حاجة متشافة ومعروفة والناس عارفة هعمل ربط سريع بقصة انتخابات الاهلي بس عايزة اقول حاجة اخيرة حضراتكم شفتوا الكلام مش انا اللي قلت وحضراتكم شفتوا اللي قناة النادي اشتغلت بما يرضي الله عشان مصلحة ناديها واللي ناديها اتأكدنا من الموقف بره مجلس الادارة سألنا مستشار واثنين وثلاثة واكتهدنا وسألنا قال القانون مفيش واحد اعترض قالوا ده صح ده صح ده صح ابتدوا يلعبوا لعبة تانية لما لقوا الموضوع قانونيا قال لك بيفرقوا لدى النادي جزيرة بعد كده جاء قال لك بلها بقى شهور طويلة دول اسكلوب ودى الكورسي وشمسية مش ده الاهلي جردته من ملابسه وجردته من تاريخه اسمع لو هو مختارك وحيلعب كاس افريقيا ويحققه وانا عايزه يختارك للعمر كله كاهلاوي وعتسمعه حاجات خطيرة بعد شوية مش مشكلة لكن لو الاهلي هيفضل في المكانة دي ويقتل على حقوقه وهو ده صالح سليم اللي انا يعني اتشرف اللي انا حضرت سنتين في تلق فيهم تلق اربع اجتماعات سمعت كلام كنت بتخط تاخد موقف تحارب عليه كل الاهلوية يا صندوق ما ده نفس الموقف بحارب على حق اتكشف وبان كل حاجة لحضراتكم بس حطب تكت تعمل مداخلات في البرنامج ده كتير اشرب مكاس اللي انت عملته مع النادي الاهل الكل اللي عيتخلى عنك لان انت روحت الاتحاد الكورة والاتحاد الكورة زي ما انت قلت وفق اوضاعه وما فيش حاجة سما انتخابات في اتحاد الكورة انتصر هانيا بوريدا بعلاقاته وبالحق اللي هو يكمل ويقعد ده الحق ده الحق لكن نشغل ونسخر برامجنا اللي احنا نهاجم الناس ده غير مقبول بالمرة بعد صورتين وبعد حرية استغل الحرية واستغل البرامج لمصلحة مصر والرياضة في مصر مش مصلحة مصالح شخصية الحاجة اللي عايز اقولها اخيرة المنود بيها الوزير يعملها المنود بيها اللجنة الولمبية تعملها المنود بيها اتحاد الكورة يعملها لما حضرتك بقى على الكورسي ده باشتغل اعلامي وفي انتخابات وانا اعلامي بس تضيف الجماعية العمومية كلها وحقالها رغباتها وتعلالي وشرفني وستضيف كل يوم ستين واحد من الجماعية العمومية عندي اوبشن مش عند حد تاني ده العدل هو ده ده تضارب المصالح بعينه بلاش فكرة كل حد يشتغل تمنمائة حاجة لو انتوا عايزين عدالة عدالة اجتماعية حقيقية اللي بيشتغل خمس ستة سبع تمن تسع عشر حاجات يشتغل حاجتين حاجتين حلوين ويسيب الخمسة اللي بقيين لزميلك وحبيبك وصحابك فمن هنا في كل المجالات مش هتلاقي فيه بطالة وهو ده فكرة كمان بسيطة بنقدمها الكهدية مين صاحب القرار اللي بيبقى شغال في الاعلام وعايز ادخل الانتخابات اكيد انا اشهدي لو دخلت هستفيد انا استطادي في الناس كلها ودعم الله مدخلات ووجنبك وعايزين اي حاجة بقى زي الفل ده ما ينفعش لها صح الا الصحيح لكن عجبني حاجتين الاهلي مكانش بيعمل حاجة غلطة يعني وهنا بريده معلم معلم اشتركوا في القناة